على خلفية عدم معطاوش الاعداد جينا اقبال عزيبي يلا اقبال سبح النور مرحبا سبح الورد مرحبا بيك سي اقبال عزيبي الكتب العام المساعدة جامعة التعليم الاساسي وزير التربية يعلن عن اعفاء مية وخمسين مدير رفضوا المصادقة على اعداد التلميذ سي اقبال هو سماحا حقيقة العدد اللي اضطر وزير التربية مية وخمسين الا ان العدد سيرتفع الى اكثر من اربعلاف طواعين احنا في الجهات الكل تمت الاستقالة لاغلب مديرين مدارس الابتدائية فاسلي المعلومة هذي بالاقدار اقبال عزيبي تقول لي بانه تقريبا اربعلاف مدير مدرسة اساسية ولا ابتدائية كما نقول وحنا قدموا استقالتهم رسميا اغلب المديرين في الجهات قدموا استقالتهم رسميا انا توفى اجتماع عام في مدينة بازا اغلبية مديري جهة بازا قدموا الاستقالة اغلبية جميع مديرية اسفاقص يعني جميع مديري سلسة والحلقة تتساع لاتخاذ قرار جماعي من استقالة جماعية من ادارة المدارس الاستدعي الاستقالة من ادارة المدارس الابتدائية او من الوظيفة العمومية سيقبل من ادارة المدارس الابتدائية يعني الاستقالتهم من رتبة وخطة مدير مدرسة ابتدائية الاستقالة هذية هي ممكن ردة الفعل الاولى من المديرين ومن الجامعة سيقبل هي تضامنا طبعا مع جمالنا المعرفين اللي فيهم عدد كبير من اعضاء الادارية وعدد كبير من النقابات الاساسية ثانيا احتجازا على القرار احادي الجانب لا قانوني ولا اخلاقي لوزير التربية ثالثا ستنقدلها الادارية القطاعية في يوم الجمعة القادم لنظر في خطوات التصعيدية اخرى في هذه الصيفة طبعا مع هذه الاستقالة ومع هذه الاعفاءات طبعا ستكون عودة مدرسية اراد لها وزير التربية ان تكون فاشلة هذا الوقع الجملة لان وزير التربية يريد ترحيل المشكل الى العودة الدراسية القادمة يعني ممكن ما تكونش فما عودة مدرسية بالنسبة للمدارسة الابتدائية سيقبل طبعا في الظروف الموضوعية دي لن تكون عودة مدرسية امام الاعفاءات القانبية وزير التربية امام الاستقالات يعني ستكون عودة مدرسية اه فاشلة او مربكة ان وجدت اصلا والقرار طبعا مفتوح الى تصعيد في علاقة بين عكاد نهاية الادارية اليوم الجمعة والطالب ام محمد علي البغديري وزير التربية قال في القناة الوطنية اه بان خبراء الوزارة ومتفقديها درسوا السيناريوهات لكل التصرف في الاعداد قال سنعرف كيف نصل الى الاعداد وسنمكن التلاميذ من بطاقاتهم سيقبل والله سهل بقشة يوصل الى الاعداد يعطي حقوق المعلمين ثم المعلمين يعطيوا الاعداد ايوا المشكلة داية ما يدارش في الراديونات وما يدارش في الفيسبوك ادار على طاولة المفاوضات فما مشكل حقيقي فما قضية رايعان في تونس بالجامعة العامة للتعليم الأساسي وسلطة الاشراءات ممثلة في وزارة التربية لا على وزير التربية الا جلوس طاولة المفاوضات عندها ستكون الحلوم واضح به وزير التربية زي دعتها رقم اخر قال بانه سبعين بالمية من المدرسين قدموا الاعداد هذي رقم صحيح اه الرقم هذا هو بيدولي عندكم ولا لاسي اقبل وزير التربية اه كل نهار يعطي رقم ويناقض روحه وزير التربية يعطي يقول اللي اه سبعين بالمية اعطاوا الاعداد وفي نفس التصريح يقول عنا مليون وثلاثمئة تلميذ لما يتحصلوا على الاعداد فهذا فهذا طبعا مناقص ويوميا يعني يعطي عديد الاركام للارباك والمغالطة والتأشيج العام هذي هذي اللي ننسو فيه منطل تريحات وزير التربية يعني وزير التربية يقدم يوميا ارقام مغلوطة لارباك المواطنين ولارباك المعلمين لا لارباك المعلمين عن تحركاتهم ولتأجيج الرأي العام ولتأجيج المواطنين وتحريضهم على المعلمين ولتأجيج الرأي العام وتحريضهم على المعلمين في هذي الكل واحنا نعرفوا بانه السيد وزير التربية هو نقابي بالاساس سيقبال اعزيبي منيذك عليش ساعتنا فما في مرحلة ما ولينا نتسألوا عليش غابة الحوار وغابة التواصل بين وزير هو نقابي بالاساس نقابي كان معنا ولم يكن مننا كيفاش نقابي ساعلوه ما يصرحش هذي التصريحات المتشنجة ما يقلبش الرأي العام على المدرسين ما يتهمهمش بعدم الوطنية وعدم الاخلاقية هذي كل هذي كل ما نعملوش هنا احنا كنقبين. يعني اه الحقيقة اه بالنسبة لكم ما كمش متفاجئين نوعا ما من طريقة التعامل مع اه اه رفيقكم معناها سابقا وزير التربية سيقبال عزبي. احنا عنا مهطيات موضوعية. اه. تحكم على الشخص. اه. تصريحاته متشنجة. تأيب للرأي العام. اتهام اه زملائنا وزميلاتنا وحتى الجامعة العامة بزعب اه بعض التهم اه عدم الوطنية وعدم الاكتراف لابناء الشعب اذي اه تصريحات. اه تحط من القيمة الاعتبارية للمدرسين. اه. وكل ما نتمنوا انه ينقى ويرتقيه باسخ بسلوب التصريح وبسلوب الحوار اه قليل ان احكيت. اه. بي اه وزير التربية يقول كذلك سؤال اخير شبهات فساد تشروب اربعمائة ملف معلم اه نائب وقال بشي تم التثبت في الملفات هذية. اه اه اجابتكم اه سيقبال عزبي. شوف اه اربعمائة ملف. احنا ما عنش ما عنش دولي بوزار التربية. ايوة. كل واحد عندهم شبهات فساد عادي القضاء. واضح بي. كل ملف. كل ملف فيه شبهة من شبهات الفساد عادي القضاء. واضح. سؤال اخير يقول ويأكد وزير التربية بانه اكثر من ثلتاشن الف وخمسمائة نائب معلم نائب تمتعوا باجورهم. هذية في اطالة المعلومات الصحيحة والارقام الصحيحة ولا الارقام اللي انتم ما تعتبرون مغلوطة سيقبال عزبي. هذي تصريح شفته يعني من بكري على صفحة الوزارة. ايوة. ما عندي للنجم نكذبه وللنجم نفنده. وغاية من التصريح هذي هو ارباك يعني ومحاولة تقسيم الخطاع. يا نواب رأنا رسمناكم ابعدوا على القرارات اللي خلاتها الجامعة العامة للتعليم الاساسي. الموجودة هذا وانصحها طبعا. واضح. الخطوات القادمة اه شون تنجم تكون سيقبال عزبي اه سؤالي الاخير. طبعا هو من نجمش انا نعطيك الخطوات الحقيقة بش من نكونش نأثر على الهيئة الادارية. اه لكن الخطوات ستكون التصعيدية اه اكثر من سابقاتها طبعا. واضح واه اه اوليا الخطوة اللي فهمناها بانه اليوم نحكيه على قرابة اربع لايف مدير مدرسة ابتدائية قدموا رسميا استقالتهم من خطة ادارة المدارس هذية تضامنا مع زملائهم اللي تم اعفاءهم. في اغلب في اغلبية الجهات استقالة معه. يعني رفض جميع المدرسين اه نيابة اه زملائهم او الحلول محلهم في علاقة بادارة المدارس المدرسين واضح استقالة مع رفض لجميع المدرسين نيابة اه زملائهم شكرا لك قبل عزبي على كل هذيه التفاصيل لكن معنا الكاتب العام المساعد لجميع التعليم الاساسي احمد. اه سماح تلاثة ملاحظات سريعة وبرقية. برقية. لانه الوقت ما عادش. انا عندي سؤال نطرح فيه عندي ثلاثة سنة تقريبا. منذ الثورة نحب نفهم حاجة واحدة. كل القطاعات فيها دي او دي با اتفاقات تلبت تطلع تهبت الا التعليم في تونس من اللي بدينا اللي وفينا ما تقينا فيه حتى حل طو. هذا الويش. اثنين قلنا انه اخذت الوزارة قرار في اعفاء المديرين بعض المديرين 150. حسب رأي شخصي هو الحق النقابي مضمون وما فيه شكلة. لكن زاد مكفول لكن زاد قانون الوظيفة العمومية يقولك في الفصل 81 ان الموظف اللي يثبت قصوره المهني يتخذ في شأنه قرار الاعفاء. يا اخويا انت مارس حقك النقابي. وانا بالنسبة ليانا اللي تعمل فيه انت راه قصور مهني وبناتنا المحكمة اليدارية. هذا معناها من الامور اللي واضحة. ثلاث. هذا الشي صار ما ذكرنا بلي صار عام 95. تم تقريبا ما هوش نفس الاطار ما هوش نفس كذا. كانت فما معتها اعفاءات كما هذه. الشكال اليوم. 95 ما حاتم بن عثماء. ما حاتم بن عثماء. نقول اليوم. يا يا وزارة. ويا معلمين تونس. يا كل قائمين على التعليم. اتقوا الله فيهم. عندكم انتوما حاجة في يديكم قاعدين تبتزوا على خطر خطر صغار واعداد. واسمعني نحكي لك حاجة روما الزواء ولا بركة روما ما يجبتهمش العداد روما. اللي يقرأوا في التعليم الخاص لكلهم طوى عندهم عدادهم روما. اللي ما عندوش والزوالي واللي بوروفه ما تسمحش بشيقرة في التعليم العمومي. هو اللي ما عندوش العداد. واذاك عليش اكترا معناها بالارقام كيفاش المدارس الخاصة كل عام تزيد اكثر من لازم. فبحيث اذا هي الاتجاه نحو خوصصة التعليم. فمش بالطريقة هذي. اتقوا الله اللي انو التعليم والصحة ما يتمسوش. وقبال عزبي تول كتب العلم مساعد لجماعة التعليم الاساسي يقولك لن تكون هناك عودة مدرسية. وديد نفهمه العام الجيش ونستليه من ارتفاع في المدارس الخاصة. تفضل احمد. حتى كنفهم حاجة كيماك. والله الكلاب هذا يفجع على القليلة. تيخلي بشوية بشوية. تيما زيت السنة دراسية. تيخلي رتاح ويرقد وتاعبين يعلم بهم ربي صغار. تيحنا التنسيون طال على البلاد هكتشوفها. لا خبز لا الدنيا لا ماء. لا ظوء لا واحد. وديد تكمل عليه. تيخلي اخوة مفاجعان الضيب ولا قتليم. تيخلينا شوي نرتاحه يا رسول. خليمشيوا البحر وبعد قولها في اوت. فك علينا فادينا. معز ثماء خليفة تيفين فانية تيفين فانية تيفين فانية. معركة كسر عظام ما بين وزار وزير الداخلية ونقبة التعليم الاساسي. وزير التربية. وزير التربية سمحني. ولا ولا غالب. ولا. معناها تخلنا في معركة توا اللي وليوا معركة تكسير عظام ما بيناتهم. وجوستن قبيل للحب بن اكد اللي رابي تصريح من وزير التربية قال اللي حتى هو وقته كان في الاتحاد كان ضد القرارات اللي كان يتاخدوا فيك. ممكن هذك عليش قبيل عزب يقول كان معنا ولم يكن من جملة خطيرة راوة. وقتها كان ضد القرارات هذية وانت ماشي هذية. ايه. اما زادة بن حب ربي يا سيد وزير التربية عايشك اه معاتش معاتش تتخبيه وراء صغارنا. دي ما يقول صغيراتنا ويتكلم برشة ويستند برشة على العاطفة ويقاعد كاين. حتى النقابات. حتى النقابات. حتى النقابات. هذم وهذم. انا وزير التربية المذبية ميبدأوش يتخبيه وراء صغارنا. ومذبية يكونوا فعلين لوجود لسعي لوجود الحلول. وخلينا نقصوا شوية مضغطة لهذا موجود. خاطر المضغط هذية. هم بشقدوا يتعاركوا. اما اكبر خاسر شكون. هي المنظومة التربية. هي المنظومة الكل. خليفة يلا نكمل معك. يا ربي الكلام اللي نسمع فيه يحكي فيه السيد هذا. انا مانيش عارف ايودي احنا رانا مانيش يددش فينا الوزير. تقارير قد وزير احنا وقدو هو سيد بيتكل. تي الولياء كلهم تقرد. تشو الهمة ذي اللي في البلاد. تشنوه حطينا احنا رهائن. اللي ما عندهاش فلوس بش بش تعملها في كذا. تشنوه انت تشنوه اللي بش تعمله معنا. تقارينا احنا سنا. تقارينا احنا قراولولولاد السنات. تشنوه العريق اللي تحكيني فيه معنا. تشنوه انت تحب تشد رهائن هم الاولية. تحكي عليانا سكليفون للجرير. لا 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 نحكي على الخطاب اللي يحكي فيه. وقال يجج فيهم الوزير. تي نسى نوه في الوزير بش يججنا احنا. تي تطولولولدات بش بش تنزل في البحر. يا سيدي ما تاريش عوش على عامل شي. تشوف احنا هكا المستوى الكبير اللي قاعد في التعليم تش نوى التعليم هو تقالها وزير التربية 80% أو 100% معناه الوزير التربية اللي قبلها ذي سليوت تي ما وقالها في النفيماني يا سيدي سكروها المدارس واللي عنده 4 فرنك بتويمشي الخاص واحنا خلينا نعنشو جهالوت تش نيل الحكاية اللي قادي نسمعوا فيها ذي والوطنية والأخلاق تيخلينا من الوطنية الكل هم 12 مليون وطنيين راه يموتوا على تونس وشوفناهم بالوطنية متاح تيسايبوا علينا بالحكاية بلاي قاجج فينا الوزير تي نستنى فيها باش يقاججني الوزير كاو ثم زاد الناس وطنيين في التعليم أنا بنتي في التعليم العمومي وعطاوه هدف در متاح تيشنوه معتاش 70% معتاش 4,000 معتاش 5,000 تيتعاركوا بين بعضكم يمش تكسير عظام تكسير المواطن اللي مدكدك ريتو اللي ريتو في الميترو هو اللي خالص في الفاتور ريتو اللي ولادو مقروش هو اللي خالص في الفاتور تينا بحرم اشي لهو تيو دلاع على الحلق الواد بعد شخلط عليها تيو دلاعها بثلاثة الفتو في تونس تيو باش تيخلط عليها هو بشبشينا التكسير معاشر الله تيسايبونا من الحكاية هذي ويدور علينا في المواطنين تهي فيق على رواح كمينيس شكراً شكراً خليفة خليفة لشيبينياتي تنتوم علي كارتون متاعكم الكل هنا الكارتون غول ديوم يمشي البلال شتورو بلال شتورو لي معنا بيو فر جيب غفو بلال مرسي نحبكم تسلمو الكل على بلال محبش تخلو للستوديو تحيات الشعيات بلال محبا بلال شتورو الخدمة الكل في الدجيتال راهو بلال بلال اللي كيفي عاركني على عنوان نفرح على خاتل نعرف للخدمة اللي بشي خدمة هو بشي تجيب اكثر منفعة للناس الكل مرسي بلال اللي كيفي متاعك الكل بلالبورتوس كيفو فايت وهو كما زالنا معكم احنا متواحة الماضي ساعتين هذي ناسي تزيوان مرحبا